مشاهد اللي احنا شفناه مبارح من كبار السن وممكن شايفين مشاهد كانت مؤسرة بالفعل نعم اعتقد ان فيه ويعني ناس قد عندها تمانين سنة وتسعين سنة وبالفعل وحرصت انها جدت تشارك الصور دي كانت محافزة للكثيرين طبعا هل انت شايف ان ده كان بالفعل كان مؤسر وبالتالي زادت العدد اقصر في الساعات الاخيرة كمان عن الاول طبعا عندما ترى مريضا او رجل كبير في السن او سيدة مسنة بتثبتها وتخرج وهي مريضة بهذا الشكل ويعاني المشاقة عشان ينزل يدل بصوته في الانتخابات فطبعا ده كان اكبر حافز لاي شاب واكبر حافز لاي انسان صحيح ان ينزل الى صندوق الاقتراع ويدل بصوته دي فعلا كانت رسالة واضحة من الاباء والاجداد لنا كلنا ان ما اتفرتوش في حقكم ده برضو بيدخل في اطار مهم جدا وهو اطار ان هذا الشعب لديه وعي ان هذا الشعب يعلم ويدرك تماما كل المخاطر التي ممكن ان تتعرض لها الدولة المصرية هو ليه نازل هو ليه هذا الرجل الكبير في السن او هذه السيدة المسنة ليه بتنزل وبترهق نفسها وبتتعب نفسها عشان ايه الا اذا كان لديها قناعة او لديه قناعة كاملة ان هناك خطرا بالفعل يهدد هذه الدولة المصرية عشان كده بينزل بيقول لا لان هنزل امارس حق الانتخابي هنزل اقدل بصوتي هوجه رسالة للدنيا كلها محدش يقرب للبلد دي البلد دي بلدنا كلنا سواء كنا كبار في السن او شباب صورة لو تحدثنا عن العنوين التي تصدرت سواء الجرائد او المواقع الالكترونية نتحدث عن ابرز العنوين اللي لفتت نظر حضرتك النهاردة اه هو وكمان بتكلم عن جريد الوافن اه نعملنا حاجة جودة النهاردة اوه انا كتبت المنشط النهاردة اه يعني الجنود في الميدان والشعب في اللجان طبعا كان لازم اوسل رسالة ان اهمية وجود المواطنين ونزلهم الى صندوق الاقتراع دي مسألة مهمة جدا لا تقل اهمية زي ما انا قلت من شوية لا تقل اهمية عن الجندي او الضابط اللي بيضحب حياته وروحه عشان هذا البلد احنا كمان ما نعملش كده كان لازم اوصل لرسالة دي يعني كنت حريص جدا جدا عندما وضعت هذا العنوان في صدر الصفحة الاولى ان انا اقول الجنود في الميدان والشعب في اللجان عايز اوسل رسالة مهمة جدا ان هؤلاء المواطنين وهذا الشعب العظيم يدرك تماما كل المخاطر وما يفعله في النزول الى الانتخابات لا يقل اهمية عن ما يفعله الجندي الذي يعني يضحب حياته وحريص على نسف اوكار الارهاب والتطرف وبالتالي كان لازم اعمل الحكاية دي رسالة من جريد الوفد كنت اصدى وصلها تماما ان لابد من ضرورة المشاركة الشعبية لابد من نزول الجماهير يعني اذا كان عندنا 59 مليون صوت انتخابي طبقا تقريبا يعني طبقا ما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تب ليه 59 مليون مواطن دول كلهم ما ينزلوش لابد ان ينزلهم لابد ان تكون هناك مشاركة فعلا زي ما ابني وابويا بحارب من اجل الارهاب وزي ما اخويا بيحارب من اجل الارهاب وعندنا انا هقول حاجة بس واحدة بس في المسألة دي مسألة في منتقى الاهمية يا اخوانا تذكروا ماذا فعل الارهاب بنا يا اخوانا تذكروا الشهداء اللي بيتسقطوا يا اخوانا فين حق الشهيد انا نزولي لصندوق الانتخابات هو في حد ذاته ببرد نار هذا الشهيد الذي ضحى بحياته من اجل مصر ليه 59 مليون مواطن ما ينزلوش شدلوا بصوتهم خاصة ان الهيئة الوطنية للانتخابات يعني وضعت تيسيرات كثيرة جدا يعني لو مسألة المغتربين مثلا مش لازم انا انا مثلا من صهاج مش لازم او من دميات وليه صوت الانتخابي في لجنة دميات او صهاج مش لازم اسافر وانا موجود هنا في لجان للمغتربين ورحمة الناس